إذا رحنا لما يسمى بالإعجاز العددي إحنا هنروح بعد كده للقيمة العددية لا الإعجاز العددي والتركيب اللغوي والعددي لأصفار الكتاب المقدس وهناخد عينة مثلا في السفر المزامير في تركيبه الداخلي في القلب الشعري وفي الأعداد في عجب وفي إعجاز صحيح يريد حالك تدينا مثلا مثال عن أي مزمور ونقف عنده يعني مثلا في سفر المزامير في تسع مزامير يبدأ بمزمور تسعة وعشرة خمسة وعشرين أربعة وثلاثين سبعة وثلاثين تسع مزامير تسمى الأكروستيك أو المزامير الأبجدية ربما كتبت بهذه الأسلوب الذي يميز الشعر العبري عشان سهولة الحفظ تمام يعني لما تعرف أن البيت الأولاني يبدأ بحرف الألف البيت التاني يبدأ بحرف البي وهكذا يعني ده جمال شعري يخص اللغة العبرية فقط وده موجود في المزامير زي ما قلت لحضراتك تسع مزامير لعل أوضحها مزمور 119 تسمح لي كمان نجيبه على الشاشة علشان يكون يعني مفيد لحبان المشاهدين الترتيب الأبجادي وده مرتبط بالإبداع الأدبي للمزامير تمام حيثك أشارت إلى مزمور 119 لا أهم المزامير الأبجادي تركيبه إزاي مزمور 119؟ هو متكون من 176 آية كل 8 آيات واحدة واحدة حتى تلاقيه في الكتاب المؤدس عندنا يقولك ألف وبعدين تيجي 8 آيات وبعدين به وتيجي 8 آيات بعدين به بالصدفة تزبط لأنه لما توصل لحرف بيت يقولك بما يزك الشاب طريقه دي الآية الأولى الآية اللي بعدها بكل قلبي طلبتك في العبري بقى التمن آيات تبدأ بحرف البي لما توصل للفقرة اللي بعدها التمن آيات يبدأوا بحرف الجيم جيم وهكذا والمقصود من ذلك رقم 8 رقم التجديد أو الأرض تحت ملك المسيح اللي بيسميك كتاب التجديد أو أزمنة رد كل شيء عندما نصل إلى ذلك الوقت اللي هو رقم 8 حتبقى كل كلام الشعب اللي 22 حرف اللي هي تمثل الأبجادية كلها حيكون كلام الله يعني على ألسنتهم فقط كلمة الله اللي هو موضوع مزمور 119 المية ستة وسبعين آية تقريبا كل آية فيها ذكر لكلمة الله وليس بالصدفة أن يتكرر اسم يهو 22 مرة في هذا المزمور بصبت وكلمة يحفظ 22 مرة على عدد حروف الأبجادية العبرية أليس هذا إعجاز؟ لكل كمال رأيت حد مزمور مزمور